تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قدري ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء وطين على جبهته وأنفه فهذا الحديث يفيد أن ليلة القدر في سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت في ليلة 23 في حديث بيسعيد المتقدم أنها وقعت في ليلة 21 وهذا يفيد كما تقدم أنها تتنقل في الليالي سنة تكون كذا وسنة تكون كذا ولهذا خير ما يفعله المسلم في العشر أن يتحراها في العشر كلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر